قل لي بقى ايه الرسالة الاساسية اللي انت حبيت توصلها من خلال الاغنية اللي احنا لسه سمعنا طبعا اغنية تحاول مرة اخرى اعتبرها هي يعني الاجابة على انوان الالبوم اللي هو كان الالبوم ماذا بعد احنا حياتنا نقدر نقول عبارة عن سلسلة تجارب وهذه التجارب نتيجتها اما تكون تجربة ناجحة او تجربة فاشلة يعني بعد مال كل واحد يمر بتجربة يسأل نفسها ماذا بعد اذا كانت هذه التجربة فاشلة فنقول لها حاول مرة اخرى هذه هي الاجابة صح على سؤال ماذا بعد وحتى لو كانت تجربة تجربة ناجحة السؤال يكون ماذا بعد الا ان تخلق يعني تحاول مرة اخرى في خلق نجاح جديد طيب حمود ترحت ألبومك ماذا بعد بأسلوب السنجل التدريجة كيف فدتك هيدا التجربة وكيف كانت تختلف في ردة فعل الجمهور اغنية ورا تانية صحيح طبعا هي فعلا تجربة يعني ما اعتقد قد صارتنا على مدى سنة ينزل الالبوم اعتقد كانت تجربة جيدة وكانت يعني تعطي فرصة للاغنية ان تاخذ حاصلها عند المستمع صار المستمع عند الفرصة ان يسمع الاغنية مرة مرتين ثلاث مرات قبل ما يشكل رائع عنها لان في بعض الاغاني يعني ممكن تحبها من اول مرة في بعض الاغاني يعني على قولتهم تقروزونيو مع الاستماع مرة مرتين تبدأ تستوعبها وتفهمها وهذا لما تنزل الالبوم كامل يعني عشر اغاني دفعة واحدة ما حتعطي هذه الاغاني فرصة ان الواحد يسمعها اكثر مرة خلاص يبي يسمع كل اغنية بشكل سريع يعني جميل طيب حمود اغنيتك نوما سعيدا كانت الاغنية الختامية للالبوم اول شي اشرح لي ايش السبب لاختيارك هذا العنوان وثاني شي باسألك هل كانت ردة فعلا الناس تجاه الاغنية علاقة توقعاتك ولا لا تمام الاغنية فكرتها انه هي اغنية ما قبل النوم لالباي لكن للكبار لان فعليا لو تفكر فيها يعني احنا الكبار احنا اللي احتى ثالث شي قبل النوم هو اللي يصف في اذهاننا لانا لما تحط راسك على المخدة احنا نقول بالكويت المخدة شو تقولون هانا امتكي لما نحط راسنا على المخدة تبدأ لأفكار تطلع ايش صار اليوم شنو بيصير بكرة صحيح فكانت هذه الاغنية عبارة عن اغنية لتصفية الذهن لاستقبال يوم جديد ودعوة لنوما سعيد جميل بالمناسبة لي اغنية دي هانا والله اه تساعدني ان انام انا بقعد اربعة ساعت عشان انا حاول انام اصلا الله انا راح ابتدي وبصراحة انا من النوع اللي دايركت بالسؤال القوي منو هي الفنانة اللي كانت الكرش بالنسبة اليك ايام اللي اخطت وبصراح تكيد ابادي على طول يعني واكو حبيبي بدون مقدمات اه والله صعب يعني يعني شوفه في المراهقة اي بنت حلوة تطلع في التلفزيون تبقى كرش ايو زر اوكي ممكن اقولك في الطفولة مثلا الطفولة اللي جيلي كنت شوفت مسرحيات الليلة والذي ببنات الشاوي فكانت مجمة المسرحيات هدى حسين الله فكرش الطفولة البريء كانت الفنانة هدى حسين جميل طيب حمود تحلم توقف على مسرح اية مهرجان والله مهرجان كثيرة اذا بسمي ممكن مهرجان موازين في المغرب فرطاج في تونس فمن هو نجم الغناء العربي اللي بتلاقيه الاشتر والاسكى باختيار اغنياته والله مؤخرا يعني ذكرتونتو في بداية البرنامج بداية الحلقة الفنان حمزة ناميرا في الوام الاخير جبتني كثيرا اختيارات المواضيع والكلام واللحن فانا اقدر اقول حاليا فنان حمزة ناميرا اوكي بما انك بتحب الاجواء الايجابيه ايه الاغنية لما بتسمعها بتحس فورا انك فرحة اهم ممكن غنية اتصب لايه الفنان مايكل بوبلي اوكي او طب طبع لحسن جسمي صحبا